متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرب تكونوا بخير وفي افضل حال النهاردة الفيديو التالت فيه سلسلة NETN والنهاردة حنتكلم عن جد ممكن يبان تقيل شوية ولكنه مهم جدا لان احنا كمستخدمين عاديين ممكن يهمنا بشكل كبير جدا خصوصا لو لينا صفحات على الفيسبوك وعايزين نربط الماسنجر بNETN علشان يكون فيه رد تلقائي على الماسنجر من غير ما نحتاج ان احنا كل شوية نخش ونشيك على الرسائل ده للنهاردة ان شاء الله هنتعلمه ولكن مش هنتعلمه فيديو واحد هنتعلمه على كذا فيديو علشان الموضوع محتاج منك تركيز ومحتاج منك ان انت تمشي فيه خطوة بخطوة فكل فيديو هيكون فيه معلومات مهمة جدا لو جمعتهم مع بعض هتقدر تعمل بيهم في الآخر خالص هذا الرابط اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة بشكل بسيط جدا من غير اي تعقيد لو بصيت لي الورك فلو اللي انت شايفه قدامك ده انا عايزاك تنسى الحاجات الغريبة اللي انت ممكن تكون لأول مرة بتشوفها زي الويب هوك وزي ريسبوند توويب هوك وزي اتش تي تي بي ريكوست لانك لو شفت معايا الفيديو الاول والتاني حتلاقيني ما تكلمتش عن هذه النوتس اطلاقا من قبل عشان كده من المهم جدا الاول نعرف احنا عايزين نعمل ايه وبعد كده نتكلم عن بعض النوتس المهمة جدا والمصطلحات اللي ممكن تبلغ غريبة عشان بعد كده تبقى انت فاهم بالظبط انت هتمشي ازاي والموضوع بالنسبة لك يتضح يعني رويدا رويدا زي ما بيقولوا لحد ما تقدر ان انت في الاخر خالص تربط المسينجر بان ايه ويقدي في الاخر خالص الوظيفة اللي انت عايزها وهي ان يكون زي اي 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 جنت بيرد بشكل تلقائي على الرسائل بتاعتك على الصفحة بتاعتك الموضوع هيكون ايم على ايه او الورك فلو ماشي ازاي من المفترض ان شخص بيخش على المسينجر الخاص بالصفحة بتاعتك ويسألك سؤال والسؤال ده هيبتدي ان هو يروح لالاي اي جنت علشان يبتدي ان هو يديك الاجابة الصحيحة عشان يبعتها مرة تانية للمسينجر البعض هيكون متخيل الموضوع كالاتي تريجر نود عبارة عن المسينجر هتبتدي رايحة لالاي اي جنت اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو مكون من البرين المتمثل في جيميناي المتمثل في شات جي بي تي اقوي كمان الميموري وحيبتدي ياخد الاجابة بتاعته اللي حيرد عليها وحيبتدي ان هو الاودبوت يروح مباشرة الى المسينجر لكن للأسف الشديد الموضوع مش بهذا الشكل هنا انا عايزاك تشوف القاتي من المفترض ان دي الصفحة ده الفيسبوك وانا دلوقتي دخلة اقول له هاي بالمنظر ده كده وادوس انتر حيبتدي يرد علي مرحبا كيف يمكنني مساعدتك اليوم اذا كان لديك اي اسئلة او تحتاج الى مساعدة في شيء وهنا حتبتدي ان انت تشات معايا وحيجاوبك من خلال الانستراكشنز اللي انت حتديها للاي اي اي جنت تعال بقى نشوف الكلام ده بشكل عامل عملي خطوة بخطوة هنرجع مع بعض نعمل كريات نيو وورك فلو هنبتدي من الاول خالص وزي ما تعودنا من اول فيديو لينا ان احنا بنبتدي بالتريجر نود من المفترض في العادي ان انا لو عايز هنا استخدم تريجر نود فاذا التريجر نود هنا هيكون المسنجر او الفيسبوك مسنجر فحدوس هنا على علامة البلس حيقول لي هنا حبتدي ان انا اقول له انا عايزة التريجر يكون فيسبوك مسنجر للأسف الشديد ان ايت اند مفهوش تريجر نود خاص بالمسنجر ومن هنا بقى حيبتدي ييجي استخدام الويب هوك نود ايه هو الويب هوك نود الويب هوك ببساطة هو عبارة عن انك في النص ما بين المسنجر وان ايت ان هذا الويب هوك هو اللي بيستقبل اي اشعار حييجي من تطبيق المسنجر في الحالة دي وطبعا اي تطبيق تاني ولكن بما ان احنا هنا بنتكلم على المسنجر كتطبيق فهو اي اشعار حييجي هاي اهلا بكم السلام عليكم ده اسمه نوتيفيكيشن فبالتالي هذا الاشعار حيوصل لن ايت ان عن طريق الويب هوك ده بمنتهى البساطة الويب هوك دلوقتي انا حروح بقى مرة تانية ابتدي ان انا ابحث عن الويب هوك ده التريجر نود بتاعنا او اللي انا حبتدي بيه الورك فلو بتاعي وحيفتح معايا الشكل اللي انت شايفه اللي احنا دايما بنعمل منه الكونفجريشن بتاعنا لأي نود التست يو ار ال وبروداكشن يو ار ال احنا اتكلمنا عنهم من قبل التست بيستخدم لعملية التجربة واحنا شغالين كده اسناء بناء الورك فلو اما البروداكشن يو ار ال اللي انا باخده في النهاية وهو ده اللي انا بشتغل بيه في حاجة عندي اسمها الاتش تي تي بي ريكويست من المفترض ان هي بتستقبل جت او بتبوست او بتبتدي انها تبعت المعلومات حنكلم دلوقتي عن الاتش تي تي بي ريكويست ولكن هنا الاتش تي تي بي ميثود في الحالة دي في الويب هوك هو هيبتدي ان هو ايه هيبتدي ان هو ياخد المعلومات او النوتيفيكيشن اللي جات لي عبارة عن تيكست من الماسنجر يبعتها للاي اي اي جنت عشان كده انا هاختار هنا جت لازم نكون واخدين بالنا من الجزئية دي وحنرجع لها مرة تانية ولكن نفهمها دلوقتي بهذه الطريقة لحد ما نشرح الاتش تي تي بي ريكويست هنا الويب هوك ده هيستقبل اي اشعار جاي من الماسنجر فحسيبها دلوقتي زي ما هي ارجع مرة تانية وابتدي اعمل دايما بحب اعمل سيف في كل خطوة كده لحسوبا لأي حاجة قفل مني ولا حاجة الوركفلو مايبقاش كلنا عملتوا راح احنا دلوقتي بقى محتاجين ايه محتاجين ان احنا نربط صفحتنا على الفيسبوك بالن ات ان اللي هيكون هنا حلقة الوصل بتاعتنا هي الويب هوك فانا هنا محتاجة لايه انا محتاجة هنا اروح لحاجة اسمها متا فور ديفولوبرز لو رحنا هنا على متا فور ديفولوبرز ويريد نركز مع بعض في الجزء الجاي هنا هتجي اروح على متا فور ديفولوبرز وهنا هروح لي ماي ابس بالمنظر ده مفوض ان انا سجلت فيه بحسابي على الفيسبوك ده الورك فلو اللي احنا شغلنا مع بعض في الاول خالص وردكم ازاي بيرد علي او ازاي فيه ربط ما بين الان ايه ت انوي المسنجر الخاص بصفحة كل يوم موقع جديد احنا هنا المرة دي هندوس على كريات اب عشان نشتغل من اول وجديد هدوس على كريات اب هنا بيقول لي اسم الابليكيشن ايه فهنا مثلا هقول له انفو تيك مسنجر وهنا حبتدي احط الايميل بتاعي وبعدين حبتدي اقول له نيكست بعد كده حبتدي هنا انزل تحت خالص عشان اختار ادرز ده اليوس كيسز انت عايزة تستخدمي الاب ده في ايه هنا انت بتنزل تقول ادرز تعلم على ادرز وتقول نيكست عشان برضه تبقى فاهم الخطوة دي ايه هو بيسألك هنا انت هتستخدم الابليكيشن ده في ايه فيه عندك بيزنس وفيه عندك كونسيومر انا هختار هنا بيزنس وبعدين هرجع اقول له نيكست هنا الاب نيم اسمه انفو تيك مسنجر حطي لي الايميل بتاعي وهنا هقول له دلوقتي نو بيزنس بورتفوليو سيلكتد ودي حاجة اوبشنال على فكرة مش لازم يكون عندك يعني بيزنس بورتفوليو وبعدين هبتدي اقول له كريه بعد كده حيطلب مني ان انا دخل الباسورد بتاع الفيسبوك اكاونت بتاعي فانا دخلته سالخطوة دي دلوقتي يعني انا ايه عدتها هنا هتظهر البرودكس بتاعتي هبتدي ان انا اروح للمسنجر لان انا دلوقتي انا عايز اربط ايه الابليكيشن هو المسنجر في حاجات تانية كتير في انستجرام في واتساب لكن انا دلوقتي بتكلم على المسنجر فهروح ادوس على سيتاب لما هروح ادوس على سيتاب حاجة بقى مهمة جدا قبل ما نبتدي ان احنا نعمل سيتاب للمسنجر اي بي اي زي ما احنا شايفين كده ونعمل وندخل البيانات دي في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها وهي رابط سياسة الخصوصية وهو صفحة او رابط بتوضح للمستخدم ازاي بتتعامل مع بياناتهم الشخصية لما بيستخدموا التطبيق بتاعك او الخدمة بتاعتك فحالتنا هنا احنا بنربط التطبيق على الفيسبوك زي ما احنا شايفين اللي هو المسنجر بي الان ات ان فهنا شركة متى بتطلب منك ان انت تحط زي رابط كده فيه سياسة خصوصية عشان تقولهم انت بتجمع بيانات المستخدمين ازاي البيانات دي بتستخدمها في ايه هل بتشاركها مع اي جهة خارجية ولا لأ وازاي المستخدم يقدر يطلب حسف بياناته طب اجيب البيانات دي منين انت عندك خيارين لو عندك موقع او صفحة تقدر ان انت تكتب سياسة خصوصية بنفسك وتحطها كده في صفحة مستقلة على موقعك مثلا وزي ما قلتلك بكلها اللي زي بالزبط كده لما بيكون على الموقع الالكتروني تبص تلاقي الURL الخاص بالموقع سلاش برايفيسي بوليسي لو ما عندكش موقع بتستخدم ادامة جانية بتعمل جينيريت للبوليسي دي او نقدر نوع عليها اسمها بوليسي جينيريتور وحنبتدي نستخدم احد هذه المواقع بشكل سهل كده ونشوف ازاي بنقدر ان احنا نعمل هذه البوليسي ناخد الURL ونبتدي نحطها فين بقى هنبتدي نحطها في الاتي هنبتدي هنا نروح على الاب سيتنج هلاقي في حاجة اسمها بيزيك وحاجة اسمها ادفانسد لو دوسنا على البيزيك بالمنظر ده هلاقي هنا حاجة اسمها برايفيسي بوليسي URL طب تعالي الاول نجيب الURL ده تبه كده الاول يعني وهنا حيظهر عندي مواقع بتقدم الموضوع ده فيه هنا موقع free privacy policy تعالي نشوف ده 100% for free هقول له الاب اسمه ايه هنا حسمي نسمي الورك فلو عشان يكون باسمه اي حاجة يعني اي اسم هاخده كده وابتدي اروح احطه هنا وانا بتحط بتاعتك وبعدين هتبتدي هنا مثلا ممكن فيه حاجات طبعا بيتدفع لها فلوس كده فاحنا بنقول وبتحط الايميل وهنا زي ما احنا شايفين كده هنا حبتدي احط الايميل وتقول له هتبتدي هتبتدي تاخد الورل كده كوبي بيبعته لك على فكرة على الايميل وهتبتدي اروح احط بالمنظر ده كده خلاص ادي مشكلة اتحلت هتبتدي يقول له وبعدين هارجع مرة تانية هنا للمسينجر اي بي آي سيتنج بالمنظر ده كده اشان ارجع تاني للشكل بتاعي اللي هو مسينجر اي بي آي سيتنج هنزل كده على الكونفجر ويب هوكس وعايزك تركز بقى معايا دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا لو رحنا على الويب هوكس اهو هنا كونفجر ويب هوكس هو فاهم دلوقتي ان انا عايزة استخدم الويب هوكس عشان اربط ما بين المسينجر بتاعي بتاع الصفحة بي الان ات ان فانا هبتدي اعمل كونفجريشن فهنا محتاجة اعمل كولباك يو ار ايل اعمل كولنج بي يو ار ايل علشان اوصل يبقى فيه كده زي كولنج او استدعاء اوصل المسينجر بتاعي بالان ات ان هبتدي ان انا روح على فين هبتدي اروح على ان ات ان اتفقنا نحن عندنا حاجة اسمها تست يو ار ايل وبرودكشن يو ار ايل طول ما انت بتشتغل على الورك فلو بتستخدم التست يو ار ايل البرودكشن يو ار ايل لو خلصنا خلاص ده بيكون اخر حاجة خلص في الاخر هبتدي ان انا اشيل التست ده واحط مكانه البرودكشن يو ار ايل ولكن خلينا ماشيين مع بعض كده خطوة بخطوة انا هنا في التست يو ار ايل ببتدي ااخد ال يو ار ايل ده كده كوبي وحبتدي هنا احط ال يو ار ايل الخاص بالتست بالمنظر ده كده ممكن هنا اروح ال باث هنا بدل ما يبقى كل الارقام ده ابتدي اقول اشيل الكلام ده كله واقول له ماسينجر اي حاجة اسمك هتبقى شايف كده ادي ال يو ار ايل ال باث هنا اضاف مكان الارقام الكتير اللي كانت موجودة هنا هبتدي ااخده كوبي وابتدي اروح احطه كده وحنيجي بقى هنا الحاجة اسمها فيريفاي توكن ايه الفريفاي توكن لما بتربط الفيسبوك ماسينجر بان ات ان او اي سيرفر خارجي الفيسبوك بيحب يتأكد ان الرابط اللي هو هنا عندنا الويب هوك يو ار ايل اللي انت حطيته فعلا تابع ليك مش لاي شخص تاني عشان كده اثناء الكونفجريشن الخاص الفيسبوك بيبعت اختبار تحقق في رمز كده عشوائي بتسألك عن الفيريفاي توكن وده الرمز اللي انت نفسك بتكتبه في ادادات الفيسبوك يعني انت هنا مثلا هتقول في فيريفاي توكن حط اي حاجة مثلا انا ممكن اسميه وبعد كده بقوله فيريفاي اند سيف هنا بيقولك ايه بقى هتقول لي يعني بعد ما عملنا كل الكلام ده حيقول لي اذا كل باكيو ار ايل ايه بقى المشكلة هنا ليه هو مش ايه المشكلة عندي هنا المشكلة هنا هتكون بمنتهى البساطة الايه على رغم ان احنا حطينا اليو ار ايل وحطينا التوكن فيسبوك بقى بتحب انها تعمل تأكيد تاني عايزة تتأكد ان الاتصال ده اتصال صحيح فبتبعتنك رقم عشوائي اسمه هب تشالنج وهنا احنا بنضيف نوت جديد اسمها respond to وبهوك دي اللي هنعملها دلوقتي وبتكون مهمتها انها ترد على فيسبوك بنفس الرقم اللي هو بعته عشان يتأكد الفيسبوك ان الاتصال صحيح طيب احنا هنا محتاجين الاول ان احنا نعمل زي اه انشيشن كده للفيسبوك وان هو يجيب معلومات معينة احنا هنستخدمها فهنا هبتدي اعمل الاتي هبتدي اروح مرة تانية على وعمل له listen for test event وارجع مرة تانية وابتدي اقول له verify and save عشان يحصل ايه عشان لما اجي ارجع هنا هبص الاقي الاوتبوت زي ما احنا شايفين انا عملت الحركة دي عشان الاوتبوت يزهر عشان اشوف ايه عشان اشوف الهابت شالنج الهابت شالنج اللي هو الرقم العشوائي اللي الفيسبوك بيرسله عشان يتأكد ان الاتصال صحيح طيب انا هنا محتاجة اعمل ايه هنا محتاجة اعمل نود اسمها respond to webhook مهمتها انها ترد على الفيسبوك بنفس الرقم اللي ارسله عشان يتأكد ان الاتصال صحيح فهبتدي ارجع مرة تانية هنا وابتدي اروح ادوس على plus وابتدي اكتب هنا respond to webhook هنا بقى هبتدي اعمل ايه هنا بقى الconfiguration بتاع respond to webhook هعمل ايه هقوله ان انت رد بتكست وهنا هيكون الرد بتاعك اروح هنا للإكسبريشن الرد بتاعك هيكون عبارة عن ايه رد بيه ال hub challenge فين hub challenge عندي هنا هلاقي هو ده hub challenge هبتدي ان انا اسحبه بالمنظر ده رد بال hub challenge علشان ان انا اروح هنا للsetting نعمل verify جدا جدا نهاية الجزء الاول الفيديو كان طويل شوية المرة جاي ان شاء الله هنربطه بال AI agent ونشوف ازاي هنقدر نحن نشغل الwork flow ان شاء الله الجزء التاني هو هيكون فيديوهين بس انا بصراحة وانا بسجل كنت نوية ان هو يكون على 3 فيديوهات ولكن انا شايف ان فيديوهين كفاية قوي ولكن اتمنى تكون المعلومات الموجودة فيه وصلت يا ري تنفذ الموضوع بشكل عملي خطوة بخطوة علشان تبتدي معينا الجزء التاني الفيديو الجاي عشان نكمل الwork flow بتاعنا وتشوف النتيجة بشكل عملية شوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة info take for you بحاول اقدم لك كل جديد ومفيد فاريت منسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة